السلام عليكم نعود من جديد نعود لمواصلة التاريخ بالمظلومية الشرعية والمشروعة للدحايا النظامي الأصليين الحقيقيين أما الفلسفية فاللي سلته 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 هذا الشيء اللي نقدر نقول أنه ممكن سيد الوزير يعني وصلت له الحقيقة في الوقت ديره وما كانش يكون هذا الإنصاف لذلك الفئة ديال هذوك المتقاعدين اللي تقاعدوا من 2012 إلى 2018 نهائيا أنه تلك الملف اللي كانت تبنى على أساس الضحايا الزنزانة العاشرة يعني القابعين في السلام العاشر وتحل على أساس هذا الشيء اللي كان نيته ديال الزنزانة العاشرة لأنه من يجي المرسوم جوز ساعة عاش خمسمية وربعة يعني حل الملف على أساس المرتبون حاليا في السلام العاشر على أساس أنه ترتب عليهم المتقاعدون من السلام العاشر وحتى من بدأوا تفرخوا في التنصيقية كانوا يعترفوا فقط هذو فهمين الذين في التنصيقية أن الملف ضحايا النظامين فقط هما المتقاعدين بالعاشر أوملي يرتبون من السلام العاشر في حين هدوك اللي ترتبوا في العاشر أو اللي تقاعدوا بالعاشر فهمنا را كانوا هما اللي كانوا مرضوز 중 على هدوه كل اللي يتقاعدوا بالتنصيق وما اللي كانوا يصرقوا ليهم بالتنصية هما اللي كانوا يعني متعسيبون وخذوا حق مشيح من حقهم هما اللي كانوا مرضوز наконец ثلاثة المرات الالرابعة وزادهم الخامسة المرقية الرابعة زادهم الخامسة والمرقية ثلاثة زادهم الرابعة ومسارقين الطرقية بالأقدامية العامة وهارفين والخارجين ولكن هذيك الوقت كانت الميناء الميلفات ستكون حسب الطلاب وحسب القواعيد وحسب للجي تشاهد يخدم لك الميلف ووصلوا لي وراتلقى وحنا ذلك هفئات هذو اللي غيستافدوا وحنا مشي ضدهم من ضدها واحد حنا نعزيز كل اللي بستافد ثلاثة المرات من ثلاثة الميلف هذي يدير ميلف يخرج ميلف يخرج ميلف يدير ميلف هذو هذو اللي ردون ضحايا النظامين كانوا في الزنزانة التاسعة 2011 تحلت الزنزانة التاسعة ورغم أنهم راقساء والمتقاعدين بالزنزانة التاسعة مدوزوهمش مسألة أخرى اللي تقاعدون من الثلاثة 2004-2005 دحايا الزنزانة التاسعة هذو ملونين كانوا خصوهم يدوزو ما دوزوهمش من حلو الميلف ديال الزنزانة التاسعة في 2011 دازول العاشرة في 2011-2012 ولو ضحايا النظامين ضحايا الزنزانة العاشرة كما داروا داروا الليجنة القابعين في السلام العاشرة هذ الشي ما كانش فاهمه الوزير ولكن المصالح الوزارية المصالح إدارية اللي كيناه الموارد البشرية ولا مديرة فضل نزاعة هذا عارفين هذا شي ولكن أحيي عاليا الكاتب العام الواحد اللي كان دائما يشير للآمانة لضحايا المادة 12 يعني الشرط ديال 15-6 اللي تقاعدون من الثلاثة 2004-2005 اللي كانوا ضحايا يعني ديال ترقية استثنائية وما ترقاوش ترقية استثنائية وما ترقاوش تم الاعتماد المادة 12 باش يترقاوه بـ 15-6 ويسرعوا الترقية ديالهم من التاسعة للعاشرة لأن التاسعة الدار في طول النقية ترهاد مينيجا النظام الأساسي ديال 2003 ووضع التاسعة في طور النقيران فالتاسعة هو اللي لم يترقق بالشرط ديال 15-6 ومستفدش من المادة 12 رغم أنه تقايد بها وخرجت اللوائح باش يترقياوه وداروا فيهم الكوطاء وتقاعدوا وداروا فيهم الكوطاء وتقاعدوا بالتاسعة الواحد هو الكاتب الآن ديال الجامعة ديال ليجتي ام هو الواحد اللي كان تيشيره على هذه الفئة وتصلت بيه ولقيته عن قرب رغم أنه كانت يديروا في ذاك ولكن رجل طيب يدافع عن الحفق لأن ابن دم ما تعرفه حتى تتلقى معاه وتقلس معاه وتعرفه عن قرب هو الواحد اللي كان يدافع عن ضحايا يعني التوظيفات ديال ما قبل 1993 هو اللي لقيته يعني ملم بالملفات ويقارع الحج بالحج هو اللي كان عارف ضحايا ليشيروا إليهم دائما ضحايا توظيفات ما قبل 1993 يعني اللي كانوا توظفوا بالبكر ويتعينوا بالتام من الف ١٩٨٦ هادو هم الفئة اللي كانت جد متضررة اللي كانت ضحية للأقدامية العامة ديال اللي تقوظفوا قبل من السبعين متخرجين بالسابع اللي ولوهما اللي ضحايا اللي تقاعدوا من ٢١١٢١٣ ولوهما دوزينهم من ١١١١ للمرة الرابعة وأيضا للمرسون الجيبين الجائر ديال ١٩٩٥ اللي ولا أي واحدة عن دول باكالوريا ولا ليكيفالون ديال هذه الساعة هو التعين في السلنة التاسعة استذكوا فقط الأفواج ٣٩٣٤ وعينوهم في التاسعة من ٩٩٥ وقساعوا كعادتهم الأفواج اللي تقاعد اللي توظفت بالباكالوريا وتعينت بالتامن من ٨٨٦ في حين أن القليل فيهم كان عنده ١٢ سنة ديال الساعة في الثامن في ٩٥ وما تعينش في الثامن وما داز تداز ٩٧ بخمسة عشر سنة باش داز من الثامن للتاسعة إذن كانت هناك كينين حجاج وكينين مقومات وكينين يعني دلائل وكينين معطيات وحياتيات واقعية اللي تعززوا المظلومية علاش هادو ضحايا المادة ١١١ كان هما الأولين خاصهم يدوزوا المقاعدين بالسلم تاسعة ولماذا الآن يعني التركيز على السلم تاسعة هم الأصل غير ضحايا إذن من يجاو حلو هذا الميل بحلوه على أساس الزنزانة العاشرة وحتى كما قلت التنسيقيات اللي فهمهم غالي يبغاوا اللي عنده العاشرة وهم لوصوص الترقيات لتقاعدوا بالتاسعة هادو ما الأصل هادو ما الأولين اللي كان خاص الوزير كان مني وصلنا لي قالك أستغريب ولكن مني شاب الحقيقة اللي مبقاش عنده هذك الاستغراب وقال هاد الميلف ميلفون جديدون مخاليف لأنه كانت يحضروا على العاشرة إذا هاد الميلف هذو اللي يجيين دونك خارجين بغية كل الشوق بفهم الآخرين تحضروا على العاشرة ما عملك تحضر لا على الثانسة ولا على الثانسة وتل عاشرة ما يدو اللي يشدون ما يشدون لكم تشي ميلف لأنه هما اللي يجابوا الحل لما جاد الوزير قال لك أنا بنيت القرار ديالي وخضيت القرار ديالي ورقيتهم بناءاً عن المعطيات اللي جاءت بها النقابة وكل شيء قال لي من 2012 مقابلات ومصالح إدارية وقضية الغارة وذوز ذلك شيء وما كانش عندي على علم على المتقاعدين من قبل 2012 ولكن من التزير ووصلنا للمظلومية فعلا والإخوان اللي جزيهم بخير قال الفريق لعدالة والتنمية اللي كانوا في الفريق ديال التعليم على رأسهم أستاذ الفاضل العادي لحسان وترافع بشراف وبهما على هؤلاء الشيوخ بعد ما أوصلنا له المظلومي وفهماني عن قربه طيلا التفاصيل ديال التفاصيل تما فين طرف الوزن أمزاز وتما فين لبنى الأولى الأساسية لبناء المظلومية ديال 10.100 متقاعد ومنتقاعدة لبناء المظلومية للضحايا المادة دمية و12 ضحايا الزنزان التاسعة لتقدم فيه يعني مظلومية إلى سؤال كتابي وشفاوي من داخل قبة البرلمان إلى السيد الوزير الوزير ديال التربية الوطنية تقدم ونحن اللي بنينا لأنك باش تبني مظلومية لكي تكون بانية على الصح ولديك ما يفيد لن تحضرها من الفراغ لا نتكلم من الفراغ إذن وخا عندي شوية مشغول وغضي خارج واحد المهمة ولكن لابد أعطا كينين واحد ذاكرا نشجلتهم ومهمين بالنسبة الإخوان الجميع بالنسبة لحقيقة التدريس للآن يعني هي مرتبطة مع التنزيل للنظام الأساسي الجديد إلى أخيره فهناك مواضيع أعداد أهمية غدا نقرأها لكم بغضابة لخصتها في 5 وغدا نهضر عليهم هذا لما وصلتهم مش غدا نعود نهضر عليهم أولا غدا لابد ندير واحد الحقيقة نبين فيها الداعي من اليميل في ضحايا النظامي 2035 من 2000 وحنا نتنبنو فيه وقيني الناس إخوان وأخوات أفاضل وفاضلات أحرار وحرائر بنوهم معنا الميلف ماشي هادو اللي كيني الآن ومشينا عندهم تلوج لو استقبلونا وغدا نقولهم بالأسماء لا يهم فريق البرلمان للعدالة والتنمية هو من بنا معنا هذه الميلف إخوان أفاضل نشكرهم من هنا من هذا الموقع المتواضع أن كينين إخوان شرفاء نزهاء أحرار حرائر قلوا فيهم الشيوخ و يعني كانوا متتابعين معنا يوميا يوميا الحجمون الله يجزيها بخير بنات معنا هادو الميلف يوميا وصلنا عندهم تلوجده واستقبلونا وخاكا عندهم يعني لقاء هادوك الساعة عندهم واحد جلسة ديال العامل ديال الجهاز الشرقية إلى آخره في الوقت لهاد الأزلام كانوا جلسة تختبؤون بي في بيوتهم وتغضر معاه يقول لك أنا لم أسهلش غادي الدين سيبتي واحد أخر يقول لك غادي غادي مسهلش أنا غادي دين المراد يالي وإحنا نمشو بالمادة ديالنا ونصهروا الليل وحتى جيبنا المظلومية وجيبنا الاعتراف بها والجميع الناس اللي ابنينا معامل الملك رو ما عارفنش كل اللي ابنا معامل الملك ونحيي فعلا الشرفاء والشريفات من الناس اللي وقفتهم معنا وما باغنش يبانو دعمونا ماديا ومعنويا وباقي اللي حد الآن يساندوننا ولو معنويا لأنهم تساندون الشرفاء أحرار الناس اللي متقاعدين بمعاشاتين هذي اللي ما تتعداش حتى 1500 درهم الأرمال اللي مزي تشدش إلا 1200 درهم الناس اللي 48 سنة مقاعد بالسلم التاسع وكان 48 سنة مقاعد بالتام الأسادي اللي كانوا مزاورين في 2019 في 2019 مزاورة عنده 35 سنة وثلاثين سنة ديال العامل ويتقاعد 31 ثمانية 2019 ويتقاعد بالتاسع وعنده تسعود سنين في التاسع وثمانية شهر ويجيبوا واحد عنده 6 سنين ويدووزوه ويفهموا الوزير بأنه دو مضحايا النظامين على هذي التكالوب أنا غد ينبقى دائما ومستمر ومتهمنيش أنا ما شي من النوع اللي تنعيق وما تعينيش أنا هذي شي ما يعينيش نهائيا إذن كين هناك غد ينبينوا الحقيقة ديال يعني الداعمين الفعليين الأصليين جزاهم الله وكل خير يعمل في هؤلاء الضحايا ديال عشر ومئتين وديال ضحايا الزنزان التاسعة وضحايا الزنزان التامنة والآن الحمد لله رانتابه وداروا حصر ديال جميع الاختلالات ديال جميع المراسيم جميع المراسيم الجائرة وعلى رأسهم النظام الأساس ديال 2003 والضحايا ديال إن شاء الله سيتم إنصافهم وبأن السلم السابع الآن رمبقش أصلا والسلم التاسعة ببتداء من فاتح يناير 2023 ودكش غدي بسلاسة إذن كما قلت حقيقة الداعمين لمفضحايا النظامين ضحايا التأسف القانوني لأنه كانت هناك تأويلات وتفسيرات خاطئة لمقتدية بعض القوانين ولا بعض المراسيم التي تضيع الحقوق وبعض الخطرات تديرها تعمدا ما عرفين الحقيقة ويتعمدوها يقول لك الحق مطلوب لسه معروض احتوى لو خصك تايد مش تدير وقفات وتدير إذا إلى آخير إذا الآن بمباء ندرت مأسسة الحوار وتم حصر الملفات يعني العالقة وغاديديروه للاغيب بغاسون دي زان جيشتيز دي المتقاعدين إذا نحن مع الحوار الجاد البناء المنتيج المفضي إلى حلول ترضي الجامعة والملف دينا إن شاء الله نحن من 15 أكتوبر سهرنا ثاني من زيش الكبير الموسى وقناش ناسين بحل الزلال المغاسين يندبونا حضوضهم وقال لك مني تتمير سنأتي لنقطفاء ونجني الغلة سنغنم من وراي أنا واستسمح تنظر مع هذا كنان ثانيا كان وحد داك حقيقة تنزيل إصلاح سنادي تقاعد في نسخته الثانية وهنا سنتطرق لهذا لأنه سيكون هناك واحد الإصلاح في النسخة التي تتعلم الثانية ستكون مجحفة بالنسبة للموظفين وبالنسبة للمتقاعدين مستقبلا إذن هنا سنشير إلى واحد الحاجة النقابات الأكتر تمثيلية ولا اللي وقعت في الاتفاق المرحلة ديال الحوار القطاعي ولا الحوار الاجتماع الاتفاق ديال 30 أبريل 2022 يعني المركزيات النقابية يعني اتحادات النقابات العمالية لوقع الحوار الاجتماع وداروا المأساسة ديال وتخلط بزرد ديال الخطوات والمطاق ديال الاجتماعي للسنو والسلم الاجتماعي إلى آخر يكون شيء إذن إحنا ما غاد نبقوش تبقى أنتم يعني تنتقيدون في باع المارش هذي 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 يفضي إلى شيء في الأخير غادي تنزل ذلك شيء غادي تنزل غادي تنزل دار المرج ما جدي يلو دار المأساسة دار خار الطريق إذن من هنا يعني إنسان يكون متعقل وخاص القواعد لها دوك النقابات والأمانة العامين دوك النقابات والكتاب العامين دوك النقابات والمحليين والإقليميين والجهويين وكل جهي خاصهم يتدخلون من أجل وضع اقتراحات بناء والدفع بهذوك يعني القادة ديال النقابات سماء جهويين وإقليميين أو مركزيين بشراع المصلحة ديال الشغيلة التعليمية أو الشغيلة صندق تقعد ستمثل وظيفة العمومية بصفة عام اللي هي ما غير تلقاش وظيفة عمومية الآن هتقول لي توظيف جهوي إذن بش يعني ما يبقى وشغال ديك الانتقادات يعني السلبية وفالاخر غيرتنزل ديك شوء تفاجأ به وغاد يطبق والآن عندهم كلهم عندهم الأغلبية المطلقة ماشي غاعدة الأغلبية المطلقة وكان كاتب عام كاتب يعني أمين عام أمين عام ديال 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 النقابة وهو رئيس المجلس المركزيات العمالية الاتحادات كل شيء غادي مقاد عندهم ديال غادي تقدير غايت هذك شيء اللي غادي يدار غايت تنزل لهم أن الوزارة والحكومة قالت لك أنا بغيت ندير شيء تشار وخي مبغيش ندير تنزيل من عندي إذن كين يحويش إذن خاص على الأقل يحافظوا على المكتسبات ديال اللي يعتزم هنا غاك مسودة ديرنا باش يجس النبض إلى آخر إحنا رم تبعينا تشت يصندي التقاع ودرامين دخل الدراسات في 2004 2003 ثانيا غا نضروع لحقيقة الإدماج في الوظيفة العمومية وربطه بالتوجه الجهوي ولا تمرخز الإداري الآن باش نكون واضح ما بقعش حاج اسم الوظيفة العمومية الآن هما غا نضروع التوجه اللات مركز الإداري يعني الجهوية الموسعة والمتقدمة يعني غا نضروع التوظيف الجهوي إذا الخص يعني القواعد يعني تكون يعني تضغط وتعطي قراحات قوية باش على الأقل ما لما كانش ما غا يكونش هو باين ما غا يكونش إدماج ما غا يقول لو تتهربوا الآن من التوظيف من إدماج داخل الوظيفة العمومية أو الإدماج الممركز لكن غا يكون يعني توضي جهوي يعني لا ممركز فخص يكون داخل النظام ليكون مؤثر قانونا وتحدث مناصب مالية يقول لهم منصب مالي جهوي وما يبقاش عندهم تابعين للمعيدات أو نفقات أخرى تنزيل قانون الإضراب قانون الإضراب هناك كلهم عندهم جميع الآليات يخدموا على رياحية وينزلوا ذاك شيء يبقى تنزيل قانون الإضراب الذي كل شيء سيبدأ في المناقش سيشرع في مناقش مع الفرق الاجتماعيين يعني نقبة الأكتار ثمتية ابتداء من 2022 ولي سمعنا على أساس النور تنزيل قبل من 2023 وعشرين باش غدي تقول لغادي ذاك شيء قاد هذ قانون الإضراب لأنهم كانوا بغوا ينزلوا ولكن كمت النقابات قاد خاصة تشركنا معاهم ندير وندير ذاك شيء إذن الآن رأى عندهم الأغلبية عندهم الأمن العامين كاملين الالتحادات العملية إلى آخر فراها مش في صالح القواعد أنهم بقوا غين تاقد يمارسوا الضغط على المركزية النقابية سواء مركزيا أو جهويا أو إقليميا أو محليا باش يعني يحافظوا على الأقل للمكتسبات دير مدركه هذك شلي الدار دير بن كيران ولا مكتسبات بالنسبة لشلي بغين يدير مستقباله ولا مكتسبات لا إله الله محمد رصال ثم أنا دروع تفعيل المذكرة الوزارية 103 فو بين المصالح الوزارية والنقابات الأكثر تمتيلة إذن نرى كل شي مهدوا المسائل ديالهم كل شي تقيد كما مهدوا في انتخابات من جلس الحكومة ثلاثة نقابة ثلاثة بهم ثلاثة الأحزاب سكلوا الأغلبية تشدوا المجلس المستشارين مجلس النواب الجهات الأقاليم مجلس ديالجهات المجلس الأقاليم المجلس النقابات والتحادات العملية النقابات العملية رتاية جدة إذن الإنسان يجب أن يكون شارك مدام أن الحكومة الآن تكون هناك شاركة وما تفرج الأمر الواقي على ذلك ويكون تنزيل أحادي إذن فبدلا ما نبقى هنا غير تن يعني انطاق دو إلى آخر فدخل كون فعال داخل النقابات دياله يكون مركزيات الدكشية وضغط عليها باش على الأقل تحافظ على المكتسبة لأن تفعيل مختلفات المدكرة الوزارية قلنا 13 و 17 و 17 في شأن العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات الأكثر تمتيلية وكل شيء رأنتزم بها وغير يكون مجتماعي إلى آخر التوعد ما غير شي حاجة ديال إضراب ولو شي حاجة لأن داخل وهناك كما قلت رأي خلاف يعرض على لجنة التحكيم خلاف سواء خلاف حول تفسير مقتديات هذا الاتفاق أو الإخلال ببنوده غدي اتحال أو إخلال ببنوده تحال على لجنة التحكيم وبالنسبة لتسوية الملفات فيتمت البرمجة ديالها والتفاوض حول يعني تسوية بعض الملفات تسوية وتم برمجة يعني برمجة التفاوض حول باقي الملفات إذن كل شي الملفات غدي دوز دوك رأي تسوية شي عاجة واللي باقي رأي دار البرمجة ديالتفاوض دياله باش يتقد وكل شي غدي يكون برمجة للدار ترى 22-24 2022-24 ثم تجزيدا للإدارة للإرادة التشاركة التشاركية لطرفي هذا التفاق رأينا هناك إرادة التشاركية لأن تكون هناك واحد الحوار اجتماعي يعني ممأسس ومنتج من أجل رد الاعتبار لمهنة التدريس والارتقاء بظروف اشتغال المدرسين وتعزيز كفاءاتهم وجعل المدرسة دات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل كل شيء تتعفق عليه إذن كنا مأسسا وكنا هدنة لستدوم من 2022 إلى 2024 وهناك يعني ردار تليجان ديال فضل نزاعات مركزيا جهويا إقليميا محليا وهذا شيء كل شيء غد يبدو خدمين فيه إصلاح صندوق تقعوز غد يبدو يبشروا فيه يعني المفاوضة ديالهم اتداء من المنتصف 15 ماي من هاد من هاد الشهر والأمور غادية إذن حتى لا نقول أكثر يالله تبارك الله عليكم وانتمنوا الخير للجميع والميلف ديالنا إن شاء الله سيرى النور والثلالين الدنيا يعني التاسع ومدون سيتم تسويته مرة واحدة إن شاء الله عبر فترات ابتداء من شتنبير وابتداء من فاتح يناير 2023 والأمور إن شاء الله نتمنى أن تفرح الجميع وأن يكون هناك التفات لجميع المتقاعدين بدون استثناء ونطلبوا الخير للجميع ونتوفقوا الله يوفقهم الخير ونشكر كل تدعمنا من قريب أو من بعيد ولأعجبكم هذا الفيديو فارتاجوه وراء من بعد رأني غد نهضر لكم على هذا الشي اللي قلت هذه النقاط الخبسة يعني سواء السنة دي اقتقاع تنزيل دي اقتقاع عود سواء في الإدماج في الوظيفة وهذا الشي اللي كيف يكون يعني في النظام الأساسي الجديد وهذا الشي دي التوظيف الجيوي وتنزيل دي القانون الإضراب وأيضا المذكرة الوزارية اللي تفاعلت ماذا تعني التزام المطلق بين الشركاء يعني الاجتماعي لنقابة الأكثر تمتيلية والمركزيات النقابية الأكثر تمتيلية وبين المراكز الوزارية وبه وجب الإعلام والسلام